بالتزامن مع عياد الربيع وفي أجواء جميلة أقامت مجموعة من الشباب الديالي مهرجان أطلق عليه ترنات على أرض ملعب ديالة وسط بعقوبة حيث تخلل المهرجان عروض موسيقية وشعرية فضلا عن إنسان جويا للمضليين لترتسم البهجة والسرور على وجوه الجميع ترنات اسم ديالة سابقا في عهد آشور بالناصر الثاني 900 قاف ميم اختارينا هذا الاسم حتى يكون رمز شباب ديالة شن رمز شباب ديالة احنا نريد نكسر نمطية بمحافظاتنا العزيزة ونتحر الإرهاب اللي يزرع الخوف بين الناس ويحكي عن محافظات ديالة يقول بيها داعش وبيها إرهاب وبيها قتل احنا اليوم ننقل هاي الرسالة نقول لها انت غلطان محافظاتنا حرة أبية محافظاتنا خالية من الدواعش احساس كل شعالي وحلو وجميل ونحطن يعني نرضي الجمهور وهذا مكان تجعل هذا المكان هاول مرة يجي صار سنين يعني ما قافش لهذا الملعب وان شاء الله نكرر اكثر من المرة الله ياريت 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 لو كل سنة وكل عام انه ان نتهيئ حتى وانه نعلم أطفالنا بناتنا وولدنا يجون هنا يدربون وهذا وهالحلوش وباوع الشم فرحانين هذا المهرجان شهد حضور وفود من كافة المحافظات ليعبروا عن سعادتهم بحسن الضيافة والاستقبال في ظل الأجواء الأمنية والاستقرار الملحوظ الذي أدى إلى قامة مثل هكذا مهرجانات فيما أكد الحاضرون على استمتاعهم بالفقرات وتنوعها بالإضافة إلى الأعداد الكبيرة من الجماهير من محافظة النجف طبعاً إحنا الأخوة مع قصرة واستقبلونا أحسن استقبال جئنا اليوم حضرنا هذا المهرجان وهذا الكرنفان الحلو بدايته حلوة ولا زال كرنفان فعالياته حلوة الحضور جميل الأمان كل أجواء تحس أنه هناك كأنك في مو محافظتك الثاني لا بل محافظتك الأولى الصورة تتكلم خلفي وهذا الجمهور الرائع وهذا اليوم هو أيام أعياد نوروز 21 آذار المهرجان التي نتمنى أن تكون كلها أيامنا أعياد وفرحة وسرور بجهود الخيرين وبجهود القوات الأمنية مهرجانات تذل بأن محافظة ديالة هي أمن وأمان مستقرة نحن اليوم كفريق بلد روز مدينة الأعمال الخيرية التطوعية من ضمن المشاركين بهذا المهرجان في قضاء بعقوبة وجهنا رسالة أو نوجه رسالة لكل المحافظات بأن ديالة أمنة بأهلها ومستقرة ومتواحدين سنة وشيعة وكراد ومسيح كلهم اليوم حضرنا هذا المهرجان هذا المهرجان يعني شيء كل شيء حلو وخصوصا بها الكثافة وفرقات الإنسان الجوي كانت كل شيء حلوة الفقراتهم كل شيء حلوة والريد يعني شيء مهرجان أنه استنعات بديالة خصوصا ديالة محافظة حتى لأن ديالة مرت بغروف يعني شانت مزعنا فهذا المهرجان يتصورة حلوة عن ديالة أعداد كبيرة من الجماهير ومن كافة الطوائف تعكس مدى انسجام وتآلف النسيج المجتمعي في المحافظة ليعطي صورة براقة للمحافظة على إنها بخير رغم محاولات البعض لتغيير صورتها لقناة سامراء مصطفى البعقوبي ديالة